وانطلقت الآن جياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر الأربع سنوات فأكثر في شوطها المفتوح الدرجات الشوط الثالث على جائزة النادي التقديرية ومسافة هذا الشوط ألف متر قيمة الجائزة ستون ألف ريال وصدر الآن للجواد رصيل أمير فيصل بن خالد وهو من الجياد المرشح في هذا الشوط شماخ في المركز الثاني الآن المركز الثاني للجواد المشهر أيضا اسم مرشح في هذا الشوط يتصدر المشهر الآن بقيادة الخيال موسى المسعودي من الداخل المركز الثاني لرصيل الثالث لشماخ وأيضا نشاهد نظرة في المركز الرابع على ما يبدو إلى أن تظهر الشاشة بشكل أوضح لتمييز مراكز الجياد هنا تتضح أكثر المركز الأول للمشهر إذن متقدم بحوالي طولين ونصف الطولين في هذه الأثناء يتقدم شماخ الآن لأخذ المركز الثاني من الجواد رصيل الذي يتمركز في المركز الثالث ومتابعة أيضا من بقية الجياد في هذا الشوط وكما تشاهدون الجياد تأخذ المنعطف ما قبل الأخير لها في هذا الشوط والمركز الأول لابن الفحل بمايكست المشهر وتقدم أيضا قوي من قبل خجل من الخارج في المركز الثالث الآن الصدارة للجواد شماخ وشاهد أيضا قاطع يتقدم وسقوط لأحد الجياد وسلامات إن شاء الله للخيالها قبلا بالسلام إن شاء الله وحوادث للأسف نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله والمركز الأول في هذه الأثناء كما تشاهدون تقدم ثلاثي على الصدارة في هذه اللحظات وكما تشاهدون المركز الأول لقاطع قاطع يتقدم الآن في المركز الأول بقيادة خياله أحمد الشايع ويصل إلى خط النهاية شماخ ثانيا وخجل ثالثا شكرا